اشتركوا في القناة النظرية او مدخل التكليف الكلية وكذلك مدخل التكليف المباشرة والمتغيرة والمستغل كل مدخل من هذه المداخل له مجموعة او كيفية تطبيقه وكذلك مجموعة من الخصائص وكذلك مجموعة من الانتقادات حيث ان هذه النظريات تعتبر هي الرئيسة الخاصة بتحميل عناصر التكليف على وحدات الانتاج للوصول الى تحديد تكلفة وحدة الانتاج بطريقة سليمة كل طريقة جاءت حتى تعالج الطريقة التي تسبقها بداية نأخذ الطريقة الاولى وهو مدخل التكليف الكلية او نظرية التكليف الكلية او تسمى نظرية التكليف الاجمالية حيث يعد هذا المدخل اول المداخل في علم محاسبة التكليف والاكثر استخداما في الحياة العملية وفي كثيرا من الدول وخاصة فلسطين والاردن تستخدم هذا المدخل لان السلطات الضريبية تعتمد عملية تقدير ضريبة الدخل على مدخل التكليف الكلية كيفية تطبيق هذا المدخل يقوم لتطبيق هذا المدخل وهنأخذ سؤال عملي لتطبيقه بموجب هذا المدخل يتم تحميل الوحدات المنتجة سواء هذه وحدات منتجة تامة او غير تامة بجميع عناصر التكليف كل عناصر التكليف بدنا نحملها على الوحدات المنتجة سواء مباشرة او غير مباشرة سواء او متغيرة او ثابتة اما عناصر التكليف الادارية فتحمل فقط على الوحدات المباعة لانها تعتبر تكليف فترة يعني هذه التكليف الفترة بمعنى لا يجوز تحميلها على جميع الوحدات المنتجة بل يقتصر تحميلها على الوحدات المباعة فقط خلال الفترة لذلك هذا الكلام هنلاحظوا حين في عملية التطبيق والسؤال العملي انه هذا المدخل يقوم على تحميل الوحدات المنتجة سواء تامة او غير تامة بجميع عناصر التكليف اما بما يتعلق بالتكليف الادارية والتومية فتحمل من ضمن الاعباء الاخرى وهي تحمل على الوحدات المباعة لانها تكليف فترة هذا المدخل له مجموعة من الخصائص وكذلك مجموعة من الاعيوب خصائص ان هذا المدخل يعمل على تحميل الوحدات المنتجة بجميع عناصر التكليف حيث انه سيركز هذا المدخل ان تحمل وحدات المنتجة بجميع عناصر التكليف سعر بيع الوحدة المنتجة وفقا لهذا المدخل لا يقل عن التكلفة الاجمالية لانه اذا قل عن ذلك يصبح هناك خسارة او تعتبر خسارة هذا المدخل يتماشى مع مبدأ مقابلة الاعادات بالمصروفات في تصوير نتيجة الاعمال كذلك يتفق مع معيال المحاسبة الدولية التي تنص على ضرورة ان يقيم المخزون السلعي على اساس مجموعة التكليف الصناعي وكذلك يتناسب مع الاجل الطويل ويساعد في اعداد دراسات الجدوى لذلك لا بد من تغطية جميع التكليف هذا ما يميز هذا المدخل اما بما يتعلق بالانتقادات الوجهة لهذا المدخل او العيوب انه لا يصلح لتسعير المنتج في الاجل القصير وكذلك في وقت الكساد والمنافسة لانه احنا في الاجل القصير نحتاج الى تغطية التكلفة المتغيرة فقط كذلك من العيوب او الانتقادات عدم الدقة في تخصيص عناصر التكليف على المنتجات وكذلك فشل هذا المدخل في تزويد الادارة بالبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القارات والمفاضلة بين البدائل لان زي ما احنا حكينا في السابق ان الادارة تحتاج الى بيانات اكتر تفصيلا وبيانات مفصلة لعملية اتخاذ القرار كذلك عدم ثبات نصيب الوحدة المنتجة من التكليف الاجمالية من فترة لاخرى وذلك نتيجة لتغير الانتاج حيث يقل نصيب الوحدة من التكليف كلما زاد الانتاج والانتقاد او العيب الخامس هو صعوبة تحقيق الرقابة الفعالة على المنتج في الكتاب هناك امثلة محلولة لتطبيق هذا المدخل او هذه النظرية ولكن سوف نأخذ السؤال الثاني عشر صفحة مية وستة ومية وسبعة لكيفية او لتطبيق هذا المدخل كالك في ميال البيانات المستخرجة من دفاتر منشأة الاسكندرية لصناعة السكر خلال عام 2014 هذا المثال معطيك بيانات متعلقة بالمواد والاجور والتكليف التصناعية والتسويقية وتكلفة الوحدات تامة الصناع والغير تامة سواء اول مدة او اخر مدة والمطلوب اعداد قائمة الدخل حسب مدخلي التكليف الكلية والمتغيرة عن الفترة المنتهية في 31 اضمائي احنا هنأخذ ما يتعلق من السؤال البيانات المتعلقة بمدخل التكليف الكلية وان شاء الله في المحاضرات القادمة هنأخذ المدخل التكليف المتغيرة ونوضح كيفية حل هذا السؤال حسب مدخل التكليف المتغيرة اليوم هنركز على مدخل التكليف الكلية ولكن اي سؤال مرتبط بالمداخل لابد ان يكون هناك اضاحات تساعد في عملية الحل حيث ان هذه الاضاحات تعتبر هي مفتاح الحل ومفتاح اعداد قائمة الدخل حسب المدخل لو احنا نيجي مثلا نقول اضاحات قلنا سؤال 12 صفحة 106 و107 هنحكي على اضاحات الحل بداية قال لك المواد 100 الف دينار منها 50% صناعية و30% تسويقية و20% ادارية ها جاقول 100 الف مواد قسمها او وزعت 50% صناعية و30% تسويقية مواد تسويقية و20% ادارية يعني هقول نصيب المواد الصناعية 100 الف ضرب 50% 50 الف اما المواد التسويقية 100 الف ضرب 30 هيعطيني 30 الف والادارية 120 في المية و20 الف هذا بما يتعلق بتوزيع المواد سواء صناعية او تسويقية او ادارية البند التاني وهو ما يرتبط بالاجور قال لك 70 الف اجور 60% صناعية و20% تسويقية اجور تسويقية و20% اجور ادارية لو قلنا 70 الف ضرب 60 في المية هيعطيني 42 الف اما 70 الف ضرب 20 في المية 14 الف والادارية كذلك 14 الف مهم جدا انه يكون المبلغ 70 الف اللي وزعت على الصناعي والتسويقي والاداري مجموحهم يكون 70 الف 42 زائد الاربع طعش زائد الاربع طعش هيعطيني الاثنائل 70 الف وكذلك الخمسين زائد لانه ما يتعلق بالنسب اللي وزعت هي نسبة نسبة 100 في المية خمسين زائد الثلاثين زائد العشرين هي المائة الالف المتعلقة بالمواد النقطة البعض لذلك قال لك المصاريف خمسين الف خمسين الف مصروفات وزعت خمسين في المية صناعية وعشرين في المية تسويقية وعشرين في المية إدارية وعشر في المية تمويلية يعني الخمسين الف في خمسين في المية خمسة وعشرين الف المصروفات التسويقية عشرين في هيعطيني عشرة تلاف والإدارية كذلك عشرة تلاف والتمويلية خمس تلاف لو قلنا عشرين زائد عشرة زائد عشرة زائد خمسة هيعطيني ما يتعلق ب مجموح الخمسين النقطة البعضيها التكاليف الصناعية منها تسئين في المية متغيرة هذا مرتبط في المدخل متغير والبند الخامس برضو مرتبط في المدخل متغير هنأخذه تكلفة الوحدات غير تامة أول مدة عشرين الف وتكلفة الوحدات غير تامة آخر المدة أما تكلفة الوحدات غير تامة أخر المدة عشر تلاف منها 60% متغيرة وكذلك ما أعطيك أول مدة وعدد الوحدات المنتجة أنا عشان أعمل القائمة هنعمل مدخل مدخل أو قائمة دخل عفوا قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الإجمالية أو الكلية تمام هاي بيان هاي جزئي هاي كل بداية الإعداد قائمة الدخل لابد من إيجاد صافي المبيعات في السؤال هو معطيك قال لك عدد الوحدات المباعة 9000 بسعر 30 دينار للوحدة أنا عشان أجيب صافي المبيعات صافي المبيعات هي إجمالي المبيعات بدي أطرح منها أي خصومات مسموحات أي مبلغ مرتبط بالخصومات المرتبطة بالمبيعات أو المسموحات أو المردودات تخصم ولكن في هذا السؤال ما في عندي مردودات ومسموحات وخصومات المبيعات لذلك أول حاجة بداية أقول إجمالي المبيعات إجمالي المبيعات إجمالي وهو عدد الوحدات المباعة ضرب سعر البيعات في بند عشرة قال لي عدد الوحدات المباعة في عام 2014 لأن أبدأنا أحسب قائمة الداخل لعام 2014 قال لك عدد الوحدات المباعة عام 2014 كانت تسعة تلاف دينار ضرب تلاتين في المية عفوا تلاتين دينار تسعة تلاف ضرب تلاتين دينار هي أعطيني بحطها في الجزء متين وسبعين ألف دينار بدي أطرح منها مردودات وخصومات ومسموحات المبيعات يعني إذا كان عندي ما يتعلق بالمردودات والخصومات المبيعات بدي أطرحها ولكن في هذا السؤال هي سفر أي مبلغ بدي أطرحه بحطه بين قوسين عسبت أن هذا المبلغ معناها أنه مبلغ يطرح أي مبلغ بدي أطرحه هيعطيني صافي المبيعات لو أنا حليت مباشرة قلنا صافي المبيعات هيعطيني متين وسبعين ألف دينار هذا السؤال ما في مردودات ولكن لو في أسئلة أخرى فيها مردودات هذه المردودات تطرح من إجمال المبيعات هيعطيني صافي المبيعات بعد ذلك طلعت أنا صافي المبيعات صافي المبيعات عشان أصل لمجمع الربح بدي أطرح منها تكلفة المبيعات باجة أقول يطرح تكلفة المبيعات يطرح تكلفة المبيعات ننكز على كلمة يطرح يطرح تكلفة المبيعات بدي أطرحها من مين؟ من صافي المبيعات طيب تكلفة المبيعات تقسم إلى التكاليف الصناعي للمبيعات وكذلك التكاليف التسوقي يعني بدي أبدأ في التكاليف الصناعي للمبيعات التكاليف الصناعية للمبيعات بدي أروح على الإضاحة عندي مواد تتكون من مواد وأجور ومصروفات المواد الصناعية خمسين ألف أما الأجور الصناعية اثنين واربعين ألف والمصروفات الصناعية خمسة وعشرين ألف التكاليف الصناعية تتكون من مواد وأجور ومصروفات إذن مجموع مجموع هكذا يقول مجموع التكاليف الصناعية هاي أعطيني لو جمعتهم بديني مية وسبعة عشر ألف لحتى الآن كله بأجمعه في أجزي كله بأجمعه في أجزي مية وسبعة عشر ألف تمام بعد ذلك أعطاني قال لي تكلفة الوحدات غير التامة أول مدة عشرين ألف مجموع التكاليف الصناعية بدي أجمع عليها تكلفة الصناعية للوحدات غير التامة أول مدة أو تكلفة الوحدات أو تكلفة الصناعية للوحدات غير التامة في واحد 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 يعني هي أول المدة ما أعطيني التكلفة هي التكلفة كديش؟ عشرين ألف بدي أقول هاي عشرين ألف وهو ما يتعلق وبدي أطرح منها زي ما أخذنا في المحاضرة السابقة إنه كيف أنا هذه النظرية بأتطبقها بدي مجموع التكاليف بدي أجمع عليها تكلفة الصناعية للوحدات غير التامة وبدي أطرح منها التكلفة الصناعية للوحدات غير التامة آخر المدة وهي في واحد وتلاتين اتناعش ممكن في بعض الأسئلة تكون هذه التكاليف مش موجودة لذلك بستسنينها أو بعتبرها قيمتها سفر الآن قالت تكلفة الوحدات غير التامة آخر المدة عشر تلاف ركزوا معي يا شباب إنه هذه إنه ما يتعلق بالتكلفة تطرح لذلك بحط القيمة بين قسين معنى إنه بين قسين إنه هذه القيمة بدي أطرحها لذلك هيعطيني التكاليف الصناعية التكاليف الصناعية خلال الفترة خلال الفترة هقول مية وسبعة عشر ألف زائد عشرين ألف بتطرح منها العشر تلاف هيعطيني مية وسبعة وعشرين ألف مية وسبعة وعشرين ألف وهي التكاليف الصناعية خلال الفترة بعد ذلك بدي أجمع التكلفة الصناعية للوحدات تامة الصناع أول مدة تابوا معي كويس أنا بالنسبة لي ما يتعلق بتكلفة تكلفة تكلفة الوحدات أو تكلفة الصناعية الوحدات تامة الصناع الصناع أول مدة إيش تساوي دائما التكلفة عدد وحدات ضرب تكلفة الوحدة الواحدة أي تكلفة تكلفة الوحدات تامة الصناع أول مدة هي أكم من وحدة تم تصنيحها بدي أضربها في تكلفة الوحدة الواحدة أنا في السؤال إيش معطيني قال لك عدد الوحدات منتجة هذا العدد الوحدات التامة أول مدة أول مدة أنا بجيب أول مدة لذلك أبدأ أقول عدد الوحدات التامة أول المدة بدي أضربها في تكلفة الوحدة الواحدة ولكن أول مدة أنا بالنسبة لي أول مدة هي إيش هي آخر المدة للسنة السابقة طيب السنة السابقة في 2013 قال لك لو بطلان عبند 11 قال لك التكلفة الصناعية للوحدة من إنتاج عام 2013 بلغت 10 دينار يعني في عام 2013 كلفتني الوحدة تامة الصناع 10 دينار طيب معطيني معلومة عدد الوحدات التامة أول مدة كديش ألفين وحدة بدي أضربها في 10 دينار هيعطيني 20 ألف دينار وهي ما يتعلق بتكلفة الوحدات تامة الصناع أول مدة إذن تكلفة الوحدات التامة تصنع أول مدة هي عدد الوحدات التامة أول مدة أو تامة تصنع أول مدة معضينيها ألفين وحدة بدأت ضربها في تكلفة الوحدة الواحدة خلال العام السابق ليش خلال العام السابق؟ لأن الوحدات التامة تصنع أول مدة المرتبطة لهذا العام هي آخر مدة للعام السابق هذه أول ملاحظة مهم جدا كيف أنا أجيب تكلفة الوحدات تامة الصنع أول مدة قلناها تكون قيمتها قديش وهي عشرين ألف عشرين ألف لو جمعنا التكلفة الصناعية خلال الفترة مع تكلفة الوحدات تامة الصنع أول مدة العشرين ألف هيعطيني تكلفة الوحدات المتاحة بالسمية تكلفة الوحدات المتاحة للبيع مية وسبعة وعشرين زائل عشرين هيعطيني مية وسبعة واربعين ألف مية وسبعة واربعين ألف طيب نيجي للنقطة الأخرى وهي حساب تكلفة الوحدات تامة الصنع آخر مدة هذه نقطة مهمة بنركز عليها وهي بدي أطرح تكلفة الصنعية للوحدات تامة الصنع آخر المدة تابعوا معي هذه الملاحظة تكلفة الوحدات أو تكلفة الصنعية للوحدات تامة الصنع آخر المدة تساوي عدد الوحدات تامة الصنع آخر المدة وبدي أجمع أضربها في تكلفة الوحدة الواحدة خلال العام تكلفة الوحدة خلال العام أنا عشان أجيب التكلفة الصنعية للوحدات تامة الصنع آخر المدة مهم جدا أجيب عدد الوحدات وهي مجهولة بالنسبة لي وأجيب التكلفة الوحدة خلال العام هذول التنتين مجهولة طب أنا كيف بدي أجيبهم حين أنا معطيني معلومات بقدر أستطيع منها أجيب عدد الوحدات تامة الصنع آخر المدة عدد الوحدات تامة الصنع آخر المدة إيش تساوي؟ عدد الوحدات تامة الصنع أول المدة الموجودة عندي زائد عدد الوحدات المنتجة خلال المدة أو خلال المدة عدد الوحدات الآخر المدة هي قديش عندي وحدات أول مدة؟ بدي أجمع عليها عدد الوحدات اللي أنتجتها خلال العام وأطرح عدد الوحدات المباعة حين أرجعنا للسؤال عدد الوحدات تامة الصنع أول مدة في بند تمانية قال لك عدد الوحدات التامة أول مدة ألفين وحدة ها ألفين وحدة أريد أن اجمع عليها عدد الوحدات المنتجة هذا العام وهي عشر آلاف وحدة طيب وفي بند عشرة قال لك عدد الوحدات المباعة عام 2014 هي هيها البقناها 9000 وحدة إذن أول مدة زائد المنتج هي الوحدات المتاحة للبيع هي الوحدات على الوحدات المتاحة للبيع 12 زائد عشرة 12 ناقص 9 هيعطيني 3000 وحدة بذلك أنا جبت البند الأول وهي عدد الوحدات تامة الصنع آخر مدة وهي 3000 وحدة طيب بدي أضربها تكلفة الوحدة الواحدة خلال العام طيب إحنا يا شباب ما يتعلق بالتكاليف اللي أنا دفعت لو طلعنا هنا مجموعة التكاليف الصناعية من مواد وأجور ومصاريف 117000 هي تعتبر إجمال التكاليف الصناعية طيب هذه التكاليف الصناعية اللي أنا دفعتها 117000 صنعت أكم من وحدة خلال العام باشي بقول أنه أنا عشان أجيب تكلفة 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 الوحدة الواحدة خلال العام بدي أقول إجمالي التكاليف الصناعية يعني أنا دفعت تكاليف صناعية بقيمة 117000 وصنعت أكم من وحدة صنعت الوحدات المنتجة بدي أقسمها على عدد الوحدات المنتجة لذلك هقول 117000 على الوحدات المنتجة 10,000 هيعطيني 11.7 دينار للوحدة هنلاحظ أنه ما يتعلق بتكلفة الوحدة خلال العام وهو 117 مجموعة التكاليف الصناعية اللي أنا دفعتها خلال العام على عدد الوحدات الأنتجتها دفعت 117000 وانتجت 10,000 إذن الوحدة الواحدة كلفتني 11.7 إذن بقول تكلفة الصناعية الوحدة التامة تصنع آخر المدة وهي عدد الوحدة التامة تصنع آخر المدة جبتها 3,000 بدأت ضربها في 11.7 لو قلنا 3,000 ضرب 11.7 هيعطيني 35100 دينار 35100 دينار هي ما يتعلق بتكلفة الوحدات التامة تصنع آخر المدة مهم جدا هذه المعادلات للوصول إلى تكلفة الوحدات الصناعية تامة تصنع آخر المدة بيجب أقول هنا 35100 قلنا تكلفة الصناعية للوحدات التامة تصنع إيش؟ تطرح بحطها بين قسين عشان يعطيني ما يتعلق بالتكلفة الصناعية للوحدات هيعطيني التكاليف الصناعية للوحدات المباعة وهذا هنأتبره رقم واحد هذا هو التكاليف الصناعية للوحدات المباعة وهذا يعتبر رقم واحد هنقول 147,000 ناقص 35100 هيعطيني 11900 هذا هنأتبره رقم واحد وهو التكاليف الصناعية بعد ذلك بدأ جيب التكاليف التسوقية لو كملنا حل السؤال في الأسفل هنكمل حل السؤال هاي البيان هاي جزئي وهي كلي جبنا التكاليف الصناعية خلال الفترة وهي التكاليف الصناعية طلعت 111900 دينار النقطة الثانية اللي بدأ جيبها وهي ما يتعلق بالتكاليف التسوقية التكاليف التسوقية تتكون من مواد وأجور ومصروفات ما يجب أن أتطلع على الإضاحات أنا عندي ما يتعلق بالمواد التسوقية 30,000 والأجور التسوقية 14,000 والمصروفات التسوقية كذلك 10,000 هاي جيقول هنا المواد عندي 30,000 الأجور 14,000 والمصروفات 10,000 إذن مجموعة التكاليف التسوقية وهذا هو بند رقم 2 لو جماعتنا يعطيني 54,000 54,000 وهو مجموعة التكاليف التسوقية مجموعة التكاليف التسوقية 54 طيب أنا في بداية القائمة قلت صاف المبيعات تطرح منها تكلفة المبيعات تكلفة المبيعات تتكون من واحد زائد اثنين يعني هاي جيقول ما يتعلق بمجموعة تكلفة المبيعات مجموعة تكلفة المبيعات وهي هاي بدي أقول واحد زائد اثنين طيب أنا في الأساس قلت تكلفة المبيعات بدي أطرحها من صاف المبيعات باجي على الكل بجمع ما يتعلق بمية وداش الألف وتسعمية وهي التكاليف الصناعية بدي أجمع عليها التكاليف التسوقية الأربعة وخمسين ألف هيعطيني مية مئة وخمسة وستين ألف وتسعمائة هاي تسمى تكلفة المبيعات تابعوا معي أنا تكلفة المبيعات حكينا هنا إيش تطرح معنى كلمة يطرح انه أنا مجموعة تكاليف بدي أحطها بينجو سين طيب تطرح من مين تطرح من صاف المبيعات تطرح من صاف المبيعات إذن بدي أقول ميتين وسبعين ألف وهي صاف المبيعات بدي أطرح منها تكلفة المبيعات المئة وخمسة وستين ألف وتسعمية هاي عشان يعطيني مجمل الربح أو الخسارة مجمل الربح في هذا السؤال لأن صاف المبيعات أكبر من تكلفة المبيعات مجمل الربح يكون مئة وأربعة تلاقف ومئة دينار هذا بما يتعلق بمجمل الربح طيب النقطة الأخرى بعد ذلك بدي أطرح يطرح يطرح الأعباء الأخرى طيب الأعباء الأخرى حكينا إحنا الأعباء الأخرى تعتبر تكليف فترة تطرح من مجمل الربح تطرح من مئة طيب من مجمل الربح الأرباح الأعباء الأخرى هي التكليف الإدارية والتوملية لأنه في هذا المدخل أخذت كل ما يتعلق به عناصر التكليف أو ما يتعلق به التكليف جميع عناصر التكليف حملت على الوحدات سواء تم أو غير تم ولكن الأعباء الأخرى وهي التكليف تكليف تكليف أندي تكليف إدارية تكليف إدارية لو اطلعنا 20 ألف و 14 ألف و 10 ألف بدأ أقول التكليف الإدارية هي 20 ألف زائد 14 ألف وهي الجور الإدارية زائد المصاريف الإدارية زائد 10 ألف دينار هيعطيني 44 ألف وهو ما يتعلق بالتكليف الإدارية بعد ذلك عندي تكليف تمولية التكليف التمولية فقط عندي 5000 دينار هي تكليف تمولية مجموعة بنسميه مجموعة الأعباء الأخرى مجموعة الأعباء الأخرى مجموعة حين قديش 4 أربعين زائد 5 أربعين ولكن بحطها في أين في الكل بقول 49 ألف طيب أنا هنا حكيت إيش الأعباء تطرح تطرح من مين من مجمل الربح بما أنها تطرح من مجمل الربح بدأ حطها إيش من قوسين لذلك هقول بدي 104 ألف ومية ناقص 49 هيعطيني ما يُعرف بصافي الربح أو الخسارة التشغيلي صافي الربح أو الخسارة التشغيلي هيعطيني خمسة وخمسين ألف خمسة وخمسين ألف ومئة دينا هذا ما يتعلق بصافي الربح التشغيلي لذلك مهم جدا أننا أجيب لعباء الأخرى هي تكليف إدارية وتكليف تومولية وأطرحها من مجمل الربح أقول 104 ومئة أي 104 ناقص 49 45 وخمسين ألف ومئة دينا بعد ذلك صاف الربح التشغيلي أريد أن أضيف عليه ما يتعلق به الإرادات الأخرى وريد أن أطرح المصروفات الأخرى أو بسموها الغير عادية أي إراد أنا أجاني سواء إراد أسهم أو مثلا إرادات من غير عملية التصنيع يتم إضافتها ولكن في هذا السؤال غير موجودة وكذلك المصروفات الأخرى غير موجودة عشان أصل لحاجة يسمها صافي الربح العام بقيمة 55 ألف ومئة دينار ولكن في بعض الأسئلة هنلاحظ ما يتعلق بالإرادات الأخرى أو المصيف الأخرى وهي إرادات نسميها الغير عادية وهي إرادات تحقق من النشاط الغير عادي المرتبط بهذا المنشأة أو مصيف تم دفح غير المصيف المرتبطة بعملية التصنيع لذلك ما يتعلق بقائمة الدخل حسب المدخل التكاليف الإجمالية مهم جدا الإضاحات وهي توزيع المواد والأجور والمصرفات حسب كل سؤال وثم ترتيب القائمة ببدأ في إجمال المبيعات وأطرح منها مردوداتها ثم صاف المبيعات وبعد ذلك أطرح تكلفة المبيعات تكلفة المبيعات تتكون من التكاليف الصناعية للمبيعات وكذلك التكاليف التسويقية مهم جدا يكون أنا عندي ترتيب في الحل عشان ما يكون شناك أي خلل أي مبلغ يتم طرحه بحطه بين قسين وذلك يُعرف أن هذا المبلغ سوف يتم طرحه أو هذا الرقم سوف يتم طرحه ها بجمع التكاليف الصناعية مواد وأجور ومصرفات ها أعطيني مجموعة التكاليف الصناعية بعد ذلك بجمع عليها التكلفة الصناعية دائما للوحدات غير التامة أول مدة وبطرح التكلفة الصناعية للوحدات غير التامة آخر المدة دائما ممكن في بعض الأسئلة تكون الغير التامة مش موجودات إذن قيمات سفر أو يعني ما بكتبها في هذه القائمة ها أعطيني التكلفة الصناعية خلال الفترة بعد ذلك بجمع التكلفة الصناعية لوحدات تامة الصناع أول مدة وهي عدد الوحدات تامة الصناع أول مدة ضرب تكلفة الوحدة خلال العام السابق لأن أول مدة هي وحدات تامة من العام السابقة وهي آخر مدة للعام السابق هديني تكلفة الوحدات المتاحة للبيع بعد ذلك أريدك أطرح منها تكلفة صناعية لوحدات تامة الصناع آخر المدة وهي ما يتعلق بعدد الوحدات تامة الصناع آخر المدة ضرب تكلفة الوحدة خلال العام وفي مهم جدا أجيب ما يتعلق بعدد الوحدات تامة الصنع قلنا عدد الوحدات أول مدة زائد عدد الوحدات المنتجة ناقص المباهة يعطيني عدد الوحدات لنفرق بين عدد الوحدات وتكلفة بين العدد والتكلفة أنا مهم جدا أجيب التكلفة أنا القائمة لابد من أجيب التكلفة التكلفة تساوي عدد الوحدات تامة الصنع آخر المدة ضرب تكلفة الوحدة الواحدة قلنا تكلفة الوحدة الواحدة وهو ما يتعلق بإجمال التكليف الصناعية التي تم دفعه على عدد الوحدات المنتجة هيا أعطيني تكلفة الوحدات تامة الصنع بطرحة من المتاحة للبيع هيا أعطيني تكلفة صناعية الوحدات المباعة وهذا هو البند الأول بدأ جيبه بعد ذلك بدأ جيب التكليف التسويقية مواد وأجور من الإضاحات هيا أعطيني مجموعة التكليف التسويقية هذا البند الثاني مجموعة التكاليف الصناعية للوحدات المباعة زائد مجموعة التكاليف التسويقية مجموعة ها يعطيني مجموعة تكلفة المبيعات وحنا حكينا في بداية السؤال تكلفة المبيعات تطرح من صاف المبيعات مجموعة 165900 ولكن بما أنه يطرح بحطهم بين قوسين ها يعطيني مجمل الربح الـ 104100 دينار بعد ذلك بدا أطرح الأعباء الأخرى وهي متكون من تكاليف إدارية وتكاليف تمولية لأن نعتبر هي تكاليف فترة لذلك يتم طرحها من مجمل الربح ها يعطيني صافي الربح التشغيلي 55100 وبعد ذلك بدا أجمع الإرادات الأخرى أو الغير عادية وأطرح المصريف الغير عادية ها يعطيني صافي الربح العام صافي الربح العام بذلك نكون وصلنا إلى حل هذا السؤال والانتهاء من هذه المحاضرة ومن هذا المدخل وإن شاء الله نكون في المحاضرة القادمة في المدخل الثاني وهو مدخل التكاليف المباشرة وشكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم وأعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم